الوصف التقني لرمز مشكلة OBD-2، الاتصالات المفقودة مع وحدة معالجة الصور بماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز مشكلة تشخيص عام لنظام الاتصالات ينطبق على معظم طرازات وموديلات مركبة OBD-2، يعني هذا الرمز أن وحدة معالجة الصور بIPAB ووحدات التحكم الأخرى في السيارة لا تتواصل مع بعضها البعض، تعرف الدائرة الأكثر استخداماً للتواصل معها باتصالات ناقل شبكة منطقة التحكم، أو ببساطة ناقل كان تتواصل الوحدات مع بعضها البعض عبر شبكة مثل الشبكة الموجودة لديك في المنزل أو في العمل، هناك العديد من أنظمة الشبكات المستخدمة من قبل الشركات المصنعة للمركبات قبل عام 2004، كانت أنظمة الاتصالات من وحدة إلى وحدة الأكثر شيوعاً، وليس كلها، هي واجهة الاتصالات التسلسلية أو SCA-SAEJ-1850 أو ناقل PCA، وكشف تصادم كريسلر، أو اتفاقية مكافحة التصحر، يعرف النظام الأكثر استخداماً بعد عام 2004 باسم اتصالات ناقل منطقة شبكة التحكم، أو ببساطة ناقل كان تم استخدامه أيضاً قبل عام 2004 في جزء صغير من المركبات، بدون ناقل كان هذا، لا يمكن لوحدات التحكم تبادل المعلومات، وقد تتمكن أداة المسح الضوئي أو لا تستطيع الحصول على معلومات من السيارة، اعتماداً على الدائرة المتأثرة، توجد وحدة معالجة الصور بـ IPAB، عادة خلف لوحة أجهزة القياس، على جانبي السيارة، يمكن أيضاً تركيبه خلف الشبك الأمامي مع الكاميرا الأمامية، يتلقى مدخلات من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، بعضها متصل مباشرة، في حين يتم إرسال معظمها عبر نظام اتصالات الحافلات من وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM، تسمح هذه المدخلات للوحدة بالتحكم في كبح السيارة عندما تقترب مركبة أخرى من الجانب، أيضاً عندما يصبح معدل الإغلاق بين السيارة الزائدة والسيارة الرئيسية قريباً جيداً، عندما يقترب أي شخص من السيارة من الأمامي، ارجع إلى مرجع خاص بالسيارة لتحديد البابي بي في حالتك الخاصة، قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتماداً على الشركة المصنعة ونوع نظام الاتصالات وعدد الأسلاك وألوان الأسلاك في نظام الاتصالات، شدة الكود وأعراضه، الشدة في هذه الحالة لا تكون شديدة أبداً، لأن هذا هو جهاز راحة العملاء، وهناك دائماً حل يدوي في حالة حدوث عطل كهربائي كامل، لا يتأثر تشغيل السيارة بأي حال من الأحوال بعدم تشغيل IPAB، قد تتضمن أعراض رمز U023 بما يلي، لن يتم تشغيل تعطيل APMB، ضوء مؤشر عطل مضائن، ضوء تحذير ABS على ضوء تحذير الفرامل الحمراء ON ESC ASP مؤشر تحذير ON، الأسباب، عبتاً ما تكون أسباب تعيين هذا الرمز هي، افتح في ناقل كان زائد أو الدائرة قصيرة للتشغيل أو الأرض في دائرة ناقل كان لا قوة أو الأرض لوحدة IPAB، نادراً، وحدة التحكم الخاطئة، إجراءات التشخيص والإصلاح، من أفضل الأماكن لبدء التشخيص الكهربائي هو التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك، قد تكون المشكلة التي تواجهها معروفة للآخرين في هذا المجال، ربما تم وضع إصلاح معروف من قبل الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص، من المفترض عند هذه النقطة أنقار الرموز متاح لك، حيث تمكنت من الوصول إلى الرموز حتى الآن، تحقق مما إذا كانت هناك أي رموز أعطال تشخيصية أخرى تتعلق باتصال ناقل أو تتعلق بالبطارية، الإشعال إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك تشخيصها أولاً، حيث من المعروف أن التشخيص الخاطئ يحدث إذا قمت بتشخيص رمز U023 قبل أن يتم تشخيص أي من الرموز الأساسية وإصلاحها بالكامل، إذا كان الرمز الوحيد الذي تحصل عليه من الوحدات الأخرى هو U023B، فحاول الوصول إلى IPAB، إذا كان بإمكانك الوصول إلى الرموز من IPAB، فإن رمز U023B إما متقطع أو رمز ذاكرة، إذا لم تتمكن من الوصول إلى IPAB، فعندئذ يكون رمز U023B الذي تقوم بإعداده الوحدات الأخرى نشطاً، وتكون المشكلة موجودة الآن، الفشل الأكثر شيوعاً هو عطل في الدائرة يؤدي إلى فقدان الطاقة أو التأريد لوحدة معالجة الصور بي، تحقق من جميع الصمامات التي تشغل وحدة IPAB في هذه السيارة، تحقق من جميع أسباب IPAB، حدد موقع نقاط التوصيل الأرضي على السيارة وتأكد من أن هذه التوصيلات نظيفة وضيقة، إذا لزم الأمر، قم بإزالتها وأحصل على فرشات صغيرة من الأسلاك السائلة ومحلول صود الخبز، الماء ونظف كل واحدة، سواء الموصل أو مكان توصيله، إذا تم إجراء أي إصلاحات، فقم بمسح رموز مشاكل التشخيص من جميع الوحدات التي تحدد الرمز في الذاكرة، وتحقق مما إذا كان يمكنك الآن الاتصال بوحدة IPAB، إذا تمت إعادة الاتصال باستخدام IPAB، فمن المرجح أن تكون الصمامات، الاتصالات هي مشكلتك، إذا عاد الرمز أو تعذر الاتصال مع الوحدة، فقم بتحديد موقع اتصالات اتصالات ناقل كان على سيارتك، والأهم من ذلك موصل IPAB، والذي يقع عادة خلف لوحة القيادة، على جانبي السيارة، يمكن أيضا تركيبه خلف الشبك الأمامي مع الكاميرا الأمامية، افصل كابل البطارية السالبة قبل فصل الموصل في IPAB، بمجرد تحديد الموقع، افحص الموصلات والأسلاك بشكل مرئي، ابحث عن الكشت أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي، قم بفصل الموصلات عن بعضها وتفتيش الأطراف الطرفية، الأجزاء المعدنية، بعناية داخل الموصلات، تحقق مما إذا كانت تبدو محروقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل، استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف، دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف، قبل توصيل الموصلات مرة أخرى باء IPAB، قم بإجراء فحوصات الجهد القليلة هذه، ستحتاج إلى الوصول إلى مقياس الفولت الرقمي DVOM، تحقق من أن لديك قوة وأرضية في IPAB، احصل على إمكانية الوصول إلى مخطط الأسلاك وحدد أين تأتي القوى والأسباب الرئيسية في IPAB، عد توصيل البطارية قبل المتابعة، مع استمرار انقطاع IPAB، توصيل الرصاص الأحمر لمقياس الفولتميتر الخاص بك بكل مصدر بيزائد جهد البطارية، قادما إلى موصل IPAB والرصاص الأسود لمقياس الفولتميتر الخاص بك إلى أرضية جيدة، إذا لم يكن متأكدا، فإن البطارية السلبية تعمل دائما، يجب أن ترى قراءة لجهد البطارية، تحقق من أن لديك أسباب جيدة أيضا، اربط الرصاص الأحمر لمقياس الفولتميتر بالبطارية الإيجابية بيزائد، والرصاص الأسود لكل دائرة أرضية، مرة أخرى، يجب أن ترى جهد البطارية عند كل اتصال، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بإصلاح مشكلة الطاقة أو الدائرة الأرضية، بعد ذلك، تحقق من دائرتين الاتصال، حدد موقع كانسي زائد، أو دائرة HSCAN زائد، وكانسي، أو دائرة HSCAN، مع توصيل الرصاص الأسود لجهاز الفولتميتر الخاص بك بأرض جيدة، قم بتوصيل الرصاص الأحمر باء كانسي زائد، مع مفتاح التشغيل، إيقاف المحرك، سترى حوالي 2.6 فولات وتقلبات طفيفة، بعد ذلك، قم بتوصيل سلك الفولتميتر الأحمر بدائرة كانسي، سترى 2.4 فولت تقريباً وتتذبذب قليلاً، تظهر الشركات المصنعة الأخرى كانسي، عند 0.5 فولات تقريباً وتقلب مفتاح تشغيل المحرك، تحقق من مواصفات الشركة المصنعة الخاصة بك، إذا مرت جميع الاختبارات ولا يزال الاتصال غير ممكن، أو لم تتمكن من مسح رمز خطأي 023B، فإن الشيء الوحيد المتبقي الذي يمكن القيام به هو طلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب، حيث يشير ذلك إلى فشل IPAB، يجب برمجة معظم هذه IPAB أو معايرتها في السيارة لتثبيتها بشكل صحيح.